بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصفلة والمتوسط السلام عليكم اهلا بكم دارسكم لهذا اليوم صفحة 64 لو تلاحظ عزيزي الطالب هذه الصفحة تحتوي على ثلاث تمارين بيهن تمرينين مهمات جدا جدا هسا راح اشرح لك ياهن وانوه لك عليهم طبعا عزيزي ذن الثلاث تمارين اللي هن علاقة بالوحدة الثاثة اللي هي يونت ثري تحت عنوان اكسترا اكتيفتيز اللي هي انشطة اضافية اللي هي علاقة باليونت ثري طبعا انشطة او تمارين نجي للتمرين الاول يقول رايت اكتب the sentences at جمل وان هنه الجمل هذنه واحد اثنين ثلاث اللي هنه a b c يقول رايت اكتب the sentences at جمل with مع the correct معناها الصحيح punctuation التنقيط اذا هذا التمرين الاول يعتبر تمارين مهم جدا جدا واللي يخليه مهم هو كلمة punctuation اللي هو التنقيط ودائما بالشهر بنص السنة باخير السنة دائما الاسئلة تحتوي على سؤال او فرع يخص التنقيط راح انا عزيز الطالب لهذا ان الجمل الثلاثة اول بداية اترجمها وبعدي احلك اياها واقلك ليش حليتها انتهسة هذا التمرين تكتب لي اما مهم نجي للنقطة اي يقول هل يمكنك هل يمكنك انته هل يمكنك تأتي وتلعب في منزلي تنايت الليلة طبعا عزيز الطالب حلها بهذا الشكل والتغيرات التي طرعت على الجملة هي تغيرين فقط يعني بس تغيرين التغير الاول تغيران التغير الاول اللي هو هاي السي كانت small letter سويتها capital letter ليش لان عندي قاعدة تقول بداية كل جملة حرف كبير اذا هاي بداية الجملة لذلك سويت حرف السي capital letter اذا هنا كان هذا واحد U تنزل 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 الurers ايضا تنزل وبالاخير علامة استفام ليش يستاذ علامة السؤال خليت بالاخير ايب لان بدأت الجملة بفعل مساعد او اذا تبدي باداة سؤال انا لازم اخلي علامة استفام اذا ان فعلت علامة استفام علامة سؤال لان بدأت الجملة بفعل مساعد اللي هو كان روح المنانياك للنقطة بي عزيز الطالب يقول نورا قد رحلت قد ذهبت إلى أمريكا على أمريكا كلمة أمريكا معناها طائرة يعني نورا ذهبت رحلت إلى أمريكا أمريكا في أو علامة أن أيروبلاين اللي معناها طائرة يعني رح تعلامتنا الطائرة رح نجي آنياك عزيز الطالب نحلها ولو تلاحظ الحل رح يكون عندي ثلاث تغيرات التغير الأول نورا نورا سواء جدت بالبداية وتجي بالوسط تجي بالنهاية لازم كابتها لترليش لأن هذا اسم علم وأسماء العلم وين ما شوف نورا شوف فلاح شوف قاسم شوف عمر شوف مهدي وإلى آخرهم من الأسماء وين ما شوفه لازم كابتال لتر هذا واحد والسبب الثاني مثل ما قلت لك بداية الجملة لازم دائما كابتال لتر رح ينزل الهاز ورح ينزل القان ورح تنزل التو وصلت أمريكا أمريكا يعني هي دولة ولو تلاحظ الدول والقومية أو الجنسيات الدول والجنسيات لازم كابتال لتر لأن تعتبر اسماء إذن لو تلاحظ هذه الأي خليتها كابتال لتر وإنت عدك معلومة بالتنقيط بس أول حرف من الكلمة نخليها كبير والباق كله يعني بقية الكلمة صغير شوف هنا خليت أي كابتال لتر يخص أمريكا وكملت البقية عزيز الطالب الآن نزلت الآن نزلت أيرو بلاين اللي هي الطائرة أيضا نزلت وخليت بالأخير نقطة ليش أستاذ نقطة موعلامة السؤال لأن بدأت الجملة بفاعل إذا بدأت الجملة بفاعل أقصد يا أما اسم يا أما ضمير لاحظ اسم أو ضمير لازم نخلي نهاية الجملة شنوه نقطة بعد راح نجي المن نجي للسي فاتن واند رانا فاتن ورانا بنات اثنين واحدة اسمها فاتن وواحدة اسمها رانا بوت اشترن اشترن سم بعض أورانجز أورانجز اللي هو البرتقال باينابلز اللي معناه الأنناس اند باناناز اللي معناه الموز في السوق عزيز الطالب حل هذه الجملة لو تلاحظ هنا وياي أول شي فاتن كابتال لتر والسببين لأنفاتن اسم علم بالإضافة إلى بداية الجملة لازم كابتال لتر الاند نزلت رانا لازم كابتال لتر لأن اسم علم بوت ينزل الصم ينزل نوبا نجي لنا هنانا عندي شغلة الكاما اللي هي الفارزة السفلة اللي يصير جوه هنا هاي القاعدة مالتها شنو عندي ثلاث أشياء متشابهة لو تلاحظ ثلاثة فواكه ثلاثة متشابهة ثلاثة فواكه أو عندك مثلا ثلاثة رياضات باسكتبول فيتبول وتنس عندك ذني إذا عندك ثلاثة أشياء متشابهة ثلاثة فواكه ثلاثة ألعاب مثلا دروس فيزيا وكيميا وحياة ثلاثة أول اثنيا شوف أول اثنيا تخلي ببيانات فارزة وآخر اثنيا تخلي ببيانات أنت إذن إذا عدك ثلاث أشياء متشابهة بين أول اثنية لازم ش تخلي لتخلي لكما وتخلي لاند قبل منه قبل آخر كلمة بعد عزيز الطالب نكمل البقية وش نخلي نخلي نقطة لأن بدأت الجملة بيمن بفاعل طبعا راح يسأل خاف أنت تسأل ستار ذني مو أسماء لا الأسماء أسماء علم أسماء مثلا دول أسماء مدن مشهورة أسماء القوميات الأماكن المعروفة ذني لازم كابت أما أسماء الفواكه لا أسماء الطالب هذا بالنسبة المن بالنسبة إلى شرح وترجمة وتفصيل التمرين الأول المهم راح نروح للتمرين الثاني التمرين الثاني قل لسنتو لان اصغي لان تحدث إلى أبي لان وأبو يسول فون أوكي أنسر ذي كوستشن أجب على الأسألة الأول ماذا لان يريد طبعا لان يجي الأب قال ليش قال لي قال لان أريد المصروف مال المصروف اليومي أبو قال لما مصروف سويت الشغلات التي عليك قال لي سويت الكثير من عدهن فدار محادثة بين هو وأبو فلو تلاحظ هنا اللي يريد لان هو لو تلاحظ هز باكت ماني اللي هو مصروف هز باكت ماني مصروف الجيب يعني اللي ينطوه يا أهلي يومي لاحظ الفكرة فهنان هذا اللي يريد المصروف اليومي اسمه باللغة الإنجليزية باكت ماني باكت ماني فهذا اللي راد لان نيجي المن نيجي للبي يقول هز لان دان ديس تانجز هل لان فعل تلك الأشياء وين الأشياء هذني أبو رح يسيل يقول تعال أنا لدطيك لدطيك مصروف اليوم انت سويت فلان حاجة وفلان حاجة وفلان حاجة سويت هنا هو يسأل هل لان فعل تلك الأشياء هذني إذا فعل هن خلي نصح اللي هو تيك وإذا ما فعل هن خلي لي نوع طبعا عزيز الطالب لو تلاحظ أنا قرأتها وشفتها الوظائف الشغلات اللي قام بيهن أول سؤال سئلة قال هل أنهيت واجبك البيتي خلصت حل الواجب هو قال لا واضحة الفكرة هذا أول شي هل هل أكملت الغسيل لو تلاحظ قال ألي نجيل من ترتيب المطبخ أيضا قال نعم نعم بعد فون اتصلت بأنكل بخالك أو عمك قال لا بعد لو تلاحظ هنا سئلة قال لباي اشتريت هدية عيد ميلاد فو مام لأمك هنا لو تلاحظ عزيز الطالب أيضا طبعا بقى عندي السي يقول ماذا كان لين دو ماذا يمكن لين أن يفعل الآن يعني شي يسوي لو تلاحظ لو تلاحظ عزيز الطالب هذا التمرين أنا حليته بسرعة ليش لأن يعني مو كلش مهم ما يجيك بالامتعان لكن لكن بمفردات مهمة مثلا كلمة تجي بمعنى هدية بورد عيد ميلاد الأنكل الخال أو العم الفون معناها يتصل كتشن مطبخ تايدي اللي معناها يرتب شوف كل كلمات جميلة يعني إذا تحفظ لك كلمة واجب البيتي واشنغ أب الغسي كلمة جابس الوظائف ذني كلمات مهمات جدا لكن هذا التمرين ما ممكن يعني ما يجي بالامتحان نجي لمن نجي للتمرين الثالث تمرين تمرين مهم يقل لك ريد اقرالي الجمل نقرأ ذني الجمل ونضح صح الكلمات الصحيحة نجي أول وحدة عزيز الطالب راح يقل لك ها ويطي كثني انت ينطي هذا وهذا إنت تختار عزيز الطالب فنا يسئلة ها ها هل أنت واشت معناها واشت معناها غسلت واشت معناها شاهدت يديك اليوم فلاحظ عزيز الطالب راح أخلي لك تيك هنا أنا ما راح خلي لك دائرة هات شلي اعتمال تيك ما تبين عندك فراح أخلي حول دائرة هو المطلوب من عند خلي تيك بعد كيف تخلي بس تيك تخلي دائرة حتى تحفظ ها بعد اللي عجب عزيز الطالب أك هل أنت قد غسلت يديك اليوم يا لين أسكت مستر آرشير مستر آرشير هو من أبلايت سئلة قالت غسلت إيديك اليوم بعد نجي للمن نجي للمن اللي معناها ذب وقت مشى بسرعة كبيرة لو قويت لي بسرعة لو مشى بسرعة اللي معناها شنو بهدو زين هس لحد هنا ثم تقدر تختار هل لكن من نروح نقرأ الجملة الثانية ونفهمها رح لازم نختار واحدة من عدد فلذلك اعتماد هنا الأول بالاعتماد على الهاند اليدين فهنا غسلناهم أما هنا يا أما نقول بسرعة يا أما نقول ببطئ بالاعتماد على اللي موجود هنا الموجود هنا شنو أند و ذا شيب اللي هي الأغنام د ناط هي هم الأغنام لم تسمعه فبما انه هذا الذئب مشى وما سمعت الأغنام معناها مشى بسرعة لو كوايتلي بهدو أكيد كوايتلي فلاحظ عزيز الطالب ذا شيب الأغنام د ناط أوكي لم تسمعه نجي المن نجي لسي يقول لين فعل حل واجبه البيت بشكل سيء لو بشكل حزين و التوجب عليه أن يفعله يحله مرة أخرى فهنا أكيد بشكل سيء لاحظ عزيز الطالب إذن باد نجي المن لدي أو نو سيد ليث يعني أو لا قال ليث أنا قد لم بوت أشتري لو بروت أجلب شوف بوت معناها اشترى بالزمن الماضي بروت طبعا هنا تصريف ثالث و بروت قد جلب جاب ويا أوكي نجي المن بول باك نجي لكلمة باك هاي إذا أجدتوا يا هذا الفعل طبعا هي تجوا يا هذا الفعل بروت باك معناها يرجع شي رجع ذو بول الكرة مثلا واحد يأخذ لحاجة ويرجحها فش نقول بروت باك رجحها فهذا الفعل إلى علاقة بمن بالباك ما لعلاقة باشترى فلو تلاحظ بول باك من المتنزه هذا عزيز الطالب التمرين الثالث يعتبر من التمرين المهمة جدا جدا وأيضا عندك التمرين الأول مهم لأن يعتبر تنقيط أما التمرين الثاني يحتوي على كلمات جميلة جدا جدا لحد لهنا قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته